أعرف من حضرتك ونعرف كل السادة المشاهدين إيه مفهوم تأخر إنجاب تمام السؤال ده إجابته البسيطة هي عدم حدوث إنجاب بعد 12 شهر من الزواج المكتمل أو المتواصل يعني إيه؟ يعني ما يفعش إن الراجل يتجاوز واحدة ويقعد معه شهر ويسافر بعدها ويغيب سنتين ثلاثة نقول إن الست دي سنتين ثلاثة ما بتحملش إنه فعلا لم تستمر العلاقة الزوجية أكتر من شهر أو اثنين فيبقى إحنا نقول 12 شهر متواصل من علاقة زوجية مستمرة ومنتظمة طيب ده تعريف تأخر الإنجاب الأولي لم يسبط لها الإنجاب فيه تأخر إنجاب سنوي اللي هو لو واحدة سبق لها الحمل أو الولادة ومش قادرة تحمل تاني لمدة 12 شهر برضو يبقى ساعتها هنقول إن ده عقم سنوي أو تأخر إنجاب سنوي طيب القاعدة دي بتمشي على معظم الناس صغيري سن ولكن فيه استثناءات عن قاعدة الـ 12 شهر إيه هي؟ لو فيه مشكلة ظهرة من الأول فمش منطقي إن أنا استنى 12 شهر عشان بتتشخصها يعني زي دورة غير منتظمة مشاكل في العلاقة الزوجية مشاكل مسبقة معروفة للزوج أو الزوجة فيبقى ساعتها مفيش منطق بيقول إن أنا استنى 12 شهر وكده يبقى الـ 12 شهر دي قاعدتها نكون زوجة صغيرة في السن أقل من 35 سنة يكون فيه 12 شهر متصلة من العلاقة الزوجية ما يكونش فيه أي مشاكل ظهرة في صورة اضطراب الدورة أو عدم انتظام الدورة أو عدم مجيء الدورة خالص أو مشاكل في العلاقة الزوجية لو كل حاجة لو فيه بقى استثنى من الحاجات دي كلها بنبتدي الفحوصات قبل الـ 12 شهر طيب إيه قاعدة تانية برضو اللي بنكسر فيها قاعدة الـ 12 شهر الحالة تانية هو لو ستة كبيرة في السن يعني لو ستة تجوزت عندها 40 أو 41 أو 42 سنة مش منطق إن أنا أقولها استنى سنة السنة دي غالية جدا في حياتها ده الشهر ليه تمنوا في المرحلة دي فدي برضو قاعدة عشان كده دي اللي تمالي بقولها مفيش قاعدة عامة في الطب تمشيها على كل مريض لازم كل مريض يتفصل عليه المشكلة بتاعته الاستثناءات هي مش قاعدة عامة بتمشي عمياني على كل زي دكتور العقم الشاطر أنا تمالي بشبهه بالترزي اللي بيفصل فستان على حسب كل مريض ليه أو كل زبون لي فهي دي المفروضة الاستثناءات اللي احنا بنستثنى بيها قاعدة الـ 12 شهر طيب النقطة التانية ايه اللي بنعمله بعد الـ 12 شهر أو لو واحدة صغيرة 12 شهر ما يحملتش أو واحدة كبيرة عندها مش كده الكبيرة دي على طول بنبتدي في الفحوصات على طول من بعد شهرين 3 من الجواز أو أفضل لو هي قبل ما تتجوز في فترة الخطوبة تبتدي تعمل الفحوصات دي عشان توفر وقت الفحوصات لو هي كبيرة في السن يعني بلتقول حضرتك هنا في السن الكبير ان انت ممكن بتاخد معا التجربة أو ممكن تعمل فحوصات وفطر أنا أفضل يعني لو واحدة هتتجوز فوق 38 سنة تبتدي في فترة الخطوبة تعمل فحوصاتها علشان لو لا سمح الله في مشكلة ما يعقباش في مشكلة من أول يوم في الجواز بنحلها على طول أو لو نقدر نحلها من قبل الجواز نحلها اشتركوا في القناة